سلام عليكم بعد الناس اللي خرجوا البارح بالليل وجمع عليهم ناس خارين بقراءة خاطئة الدين راهم عرضوا نفسهم وعرضوا معاملوك الناس اللي يتبعوهم الخطر العدوى بفيروس كورونا يعني الخطر الموت را هذا الوقت أختي المواطنة أخي المواطنة كل الخرجة احتى ديال شخص واحد بلا ضرورة راها فيها خطار سواء بالليل سواء بالنهار ماشي مقبولة نهائيا محتى مغربي في كامل القواه العقلية ما غاديش يقبل هذا الامر هذا راها بحال هالتصرفات اللي تراجع دين البارح كانت في إسبانيا من اللي بعد الناس خرجوا نهار 8 مارس والنتيجة أن عدد الإصابات بالفيروس تضوبل في هذا النهار والغد له ودبا في إسبانيا أكثر من 24 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اللي قتل أكثر من 1300 إسبانيا وإسبانيا والكثير من هذا الضحايا مادر لا بيده ولا برج له ولكن واحد من اللي خرجوا نهار 8 مارس هم اللي يجابوا له الموت حتى اللي عنده ذاك الشي باش أن رئيس وزراء إسبانيا قرر نهار 14 مارس يعني 6 يام فقط من وراء هذه المظاهرة تعميم حالة طوارئ في البلاد كلها وقال بالحرف أن قوات الجيش مستعدة لمواجهة فيروس كورونا والتداعية ديره راه اللي مفهم باللطافة ما ينفهم معه صراحة غير العسكر ما تخليك تواحد يجرركم لمخالفة القانون يجرركم للمرض وللموت لقدر الله نبقوا في ديوركم ونبقوا كلنا مغربة متوحدين ومتحدين وعدونا هو فيروس كورونا رادوها الصادق هو اللي بينك وبالله واشتفى اللي جنتبعوها الإخوان شنو استفتوا من نزول الشارع بشكل جماعي راكم كتعددوا أولى نفسكم وكتعددوا الناس اللي خرجوا معكم ومن اللي ترجعوا لديوركم كتعددوا ولداتكم وكتعددوا العائلات والأسر ديالكم نبقوا جميع في ديورنا ونمتدلوا للتعليمات ديال الدولة ديالنا اللي كتخاف علينا ما نتهوروش راه التهور كيجب غير النتائج العكسية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة